بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته secondary resources secondary resources هي عادة بسموها bibliographic databases that provide abstracts or full text of studies ايش يعني secondary؟ خلينا نتكلم بطريقة ما ننساها ان شاء الله بإذن الله ابدا secondary دائما ما تسمع نقول هذا second hand ايش المقصود في second hand؟ انه ثاني استعمال لهذا الشيء فنفس الشيء احنا قلنا اول استعمال او اول تدوين للمعلومات كان في ال primary secondary حين المقالم دون ومنشور في المجلة ااجي انا شركة مؤسسة حق ابحاث اللي بفتحها center زي pop made واتفر فاجي اجبع الابحاث اللي في مجال معين وارتبها بطريقة حسب التاريخ حسب الاهمية حسب البلد حسب اللغة واتفر واصفها وحطها مثل السوق اعرض هذه الابحاث عادة وغالبا وغالبا تعرض كابستراكت ابستراكت في السكاد الريسورس فيه طريقتين للعرض شيء بسموها فهرسة وشيء بسموه ملخصة ايش يعني فهرسة؟ يعني فهرسة انه انت فقط تعرض العنوان كويس؟ الملخصة انك تعرض الملخص حق البحث طبعا في شيء لازم تحطوه ببالكم كل مثلا مئة عنوان اقرأه هيعجبني مثلا منهم عشرة العشرة هدول هدخل اقرأ الملخصات حقاتهم لما اقرأ الملخصات هلاقي داخل ملخص لا هذا مو الفكرة انا ابغاها صح العنوان الشد لكن لما دخلت لقيت انا فكرة مختلفة فمن الملخصات هيعجبني واحد مثلا فحشري زي كده فعشان كده دائما يقول لك اهتم بان الملخص حقك يعكس دراستك بطريقة صادقة ويكون مكتوب بطريقة كويسة لانه هو السوق your marketing for your article through your abstract فهو اللي هيعرض اللي اوعي حسوق لك الارتكل حقك احيانا بعض اللي لاقي فيها المقال المعروض كامل حين نكون فور فري يعني معروض كامل طب من الامثل على السكندر لدينا البوبميت لدينا الكوكرين لدينا تريب داتا بيز و الى اخره فهذه هي المقصود بالسكندري السكندري اللي هي تدخل انت تبحث عن مثلا انا بغا ادور في الديابيتس طرع علي مثلا ستين عنوان عن الديابيتس ستين عنوان عجبني منهم عشرة ابستراكس عشرة ابستراكس خلاص ابدأ اكتب بحثي مني ثلاثة ارتكل هذولي اللي اخدهم كفول تكست محيان ما لاقيهم كفول تكست فقطر اشتريهم او اشتريهم او اشتريهم انك تبحث وتجد معلومات خاصة بالموضوع اللي تبحث عنو بدقة عالية جدا مثل ما قلنا نستخدم الكيوولز اللي قلنا عنها قبل شوي في البيكو ونقدر نوصل للبحث اللي احنا نبغى من السلبيات انو تحتاج احيانا خبرة حتى تستطيع البحث جيدا في مصادر المعلومات الثنائية اكثر من اللي تحتاجها في بحثك في مصادر المعلومات الاولية او المرجعية اللي هي الثلاثية لازم الرفرنس اللي انت تستخدمها تتأكد من جودتها او يعني المقالات اللي تبحث عنها لازم تتأكد من جودتها لانه في بعض المقالات قد تكون مدسوسة قد تكون فيها بعض التحييزات في الداخل قد يكون فيها زي ما يقولوا بعض السموم المدسوسة في العسل مست ترك داو ريسورس بفور لكينج فور انسرز يعني الان انا بحثت وطلع علي مثلا عشر مقالات المقالات هذه اشوف ايش مصادرها قبل ما ارجع او قبل ما ادخل اقرأ فيها وطلع منها الجواب يعني لازم يكون عندي كريتيكال أبريزل لكل مقال اطلعه طبعا السكندري تلتشر نستخدمه في ايش؟ نستخدمه عشان نوصل لبرامل تلتشر صح؟ يعني احنا عندنا السوق هذا وفي ملخصات احنا ندخل نبحث عشان ايش؟ عشان يدلنا على مقال نروح نبحث ونفتح المقال او نشتريه وهو هذا يعتبر برامل تلتشر بنطلع منه المعلومة حقة الفوري جراند طبعا احيانا ممكن ندلنا على حتى تلتشر الشيء اللازم نعرفه لما نيجي نبحث انه ايش داتباس هاته اتس اون فوكس اروسكوب مثلا كوكرين عادة ان تتكلم على ايش؟ على الميتا اناليسيز لاجي يعني الكوكرين ستاديس يجوالي يجوالي عندنا مثلا الباب ميد ممكن تلاقي فيه كيس سيريز كيس ريبوط كل تايبس of studies متلاين فوكس ان بيوميديكال ساينس لما تيجي تدور في الميدلين ستلاقي بس الابحاث الحيوية توكس لاين مثلا فوكس على التوكسيكولوجي the database link you to citation that show you the author طبعا انت لما تيجي تفتح على الديتابيس حيوسط لك مثلا لفهرسة معينة يوريك مين المؤلث ايش العنوان حق البحث مثلا وين فاي جورنال موجود باي تاريخ تم نشره الابستراكت او المنسكريبت كل هذي اشياء ممكن تلاقيها sometimes full text مثل ما قلنا ممكن تلاقيه but other times لازم تدور على اكسس عساس تقدر توصل للمقال tertiary resources نرجع نعيد نقول هي مثلا زي التكس بوكس زي اكيد كلكم عارفين up to date او لكسي عارفين المايكرو ميديكس هذي بيعتبروها tertiary resources هي عبارة عن تجميع of the knowledge في مجال معين فحنلاقي تكس بوك الهاندس بوك online اه طبعا هي زي ما قلنا لو جاكس قال what is the best resources for background questions ايش هنقول التاشى resources والسكوب مثل ما قلنا نطاق واسع جدا تبقى تعرف ايش الديابيتس كجنرال امسك تكس بوك واخرى احي اشرح لك ايش الديابيتس طبعا الفوائد انها تعطينا نظرة شاملة عن الموضوع انحنا نبحث عنه والشي الثاني الكتاب عبارة عن تجميع مقال هذا ومقال هذا ومقال هذا وبعدين المقالات هذه تم عادة دراستها وتجميعها وتمحيصها فحنلاقيها تعكس وجهة نظر العديد من الخبراء في مجال معين سريعة ممكن القط اي كتاب وادور وايزي تيوز الكتاب ما يبغى له ذيك الخبرة في البحث يعني وحتى المرضى اسهلهم انهم يبحثوا في الكتب ويلاقوا المعلومات من انهم يدوروا في النت الله اعلم هذا صح هذا خطأ هذا موثوق ما هو موثوق المصدر والى اخره لكن ايش عيوبها عيوب هاي اللي هو تايملاك انهم يعني الكتب اللاجيها تاخذ فترة في التحديث ممكن سنتين ممكن خمس سنين ممكن ثلاثة شهور واحنا زي ما قلنا عنا انفجار كبير في المعلومات تحدث تقريبا كل دقيقة خلينا اقول مثلا انت ما الحين مسكت كتاب ولما جيت تشوف الطبعات حقه حتلاقي في بعض الكتب مكتوب 1995 بعدين 2000 بعدين 2005 بعدين يسكت ويجي يقولك 2000 2015 ليش سكت لانه خلص فهمك في الاول لما حط لك ثلاث تواريخ انه هو كل خمس سنين يطبع كتابه الكتب اللي ما يكون لها وقت محدد في بعض الكتب يتطبع كل سنة كل سنتين كل ثلاثة هتلاقي كل سنين اطباعة موجودة مذكورة مهم جدا تعرف الكتاب اي طبعة قبل ما تعطي السؤال لانه ممكن الدكتور يقولك how old zero information how updated zero information فهتقول والله انا الفرميشن جبتها من كتاب طبعة كده طبعة كده فمهم تعرف الطبعة يعني عيب احيانا تيجي تطلع معلومة من كتاب سنة 1990 والحين طالع منه 2018 فليش يعني الا اذا كان في بعض الحالات يعني تلاقي في بعض المصادر مراكز معلومات محتفظة بكتب قديمة تقول طب ليش نحتفظ فيها بكتب قديمة اما لتعليم الطلاب كيف تستخدام الكتاب والبحث فيه او احيانا في بعض القضايا الجنائية تيجي فيكون احد استند لمرجع قديم او لانه في remote area او احيانا تبغى اشياء تمت مثلا كيفية صنع هذا السائل من هذا الدواء فتلاقيه موجودة في نسخة او في طبعات قديمة موجودة في الجديدة ليش؟ لانه الطبعات الجديدة موجودة في السوق فخلاص ليش يكتبوها؟ لكن احيانا انت عندك في المستشفى انقطع ما تقدر تشتريه خلص من السوق حصلت عليه مشكلة فتبغى ترجع لطريقة التصنيع هتلاقيه في الطبعات القديمة من العيوب الثانية الـ كيف يعني؟ الحين كثير جدا تجينا بعض الاسئلة تفتح الكتاب تقرى فيها تحس انه هذا الكلام ماهو منطقي ترجع يعني ليش؟ لانه انا مثلا انا الحين بألف كتاب جيت مسكت المقال اللي سواه زيت والمقال اللي سواه بيت وبغى اجمعهم بطريقة متناسقة واكتب منهم تشابتر في الكتاب تجميعي انا يعتمد على فهمي لما قاله زيد وعبيد فاجي اكتبها بطريقة الخاصة واحطها في الكتاب لما اجي انا شخص اخر يقرأ يكوني انا اصلا فهمي تقول خطأ او فهمي بطريقة غير دقيقة فاللي بيقرأ ماهو حيحس انه فيه مشكلة لو بحث في المقال الاصدي اه لا هذا شكل الاوثر فهم بطريقة ماهو مضبوطة هذه واحدة من اثنين فالشي الثاني انه الانتربريتشن اوثار احيانا انت لا تكتشفه وتمشي عليه وتاخد الحصوص حسب اصطنباط الشخص واللي مثل ما قلنا قد يكون احيانا صحيح و احيانا غير صحيح طبعا هذه امثلة على برايماري سورس والسكندري والترشا البرائماري سورس مثل ما قلنا هي المجلات التي تفتحوها تلاقي فيها المقالات السكندري عنا البابميد والأوفيد والكوكرين والدير والتريب داتابيز وناشران غايدلاين كليران هاوز هاد الي يبا يسوي اي غايدلاين عادة يستعد بالناشران غايدلاين كليران هاوز الدرشة الرسورسز متل ما قلنا هي الكتب هي الابتو ديت الليكسيكم وايكرو ميديكس واتسترا